اللهم أعن على صيام وقيام هذا الشهر الفضيل تقبل الله صيامكم أجمعين آمين إليكم أغبى عشرة أسلحة تم تصنيعها على الإطلاق في المرتبة العاشرة المناطيد النارية المناطيد النارية عبارة عن قنابل حارقة مثبتة بمناطيد هيدروجيني عملاقة تم تطويرها خلال الحرب العالمية الثانية من قبل اليابان كان الهدف من ذلك إيجاد وسيلة رخصة التكلفة لإلقاء القنابل على أمريكا وكندا وقد سم يطلق 9300 منطاد لكن اتجاه الريح غير المستقر أدى إلى انحراف المناطيد عن مسارها حيث تمكن فقط 357 منطادا من الوصول إلى الهدف العديد منها لم ينفجر بل إن سنين من المناطيد عاد إلى اليابان كما أدت تلك المناطيد إلى بعض الأحداث المؤلمة عندما انفجر إحداها وتسبب في مقتل امرأة أمريكية وخمسة أطفال كانوا يسيرون في نزهة في المركز التاسع القنبلة اللاصقة القنبلة اللاصقة عبارة عن قنبلة يدوية مغطاة بمادة صمغية تم تصنيعها من قبل البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية بهدف مهاجمة دبابات العدو وقد رفض الجيش في البداية استخدام تلك القنابل إلا أن رئيس الوزراء حينها وينستون شيرشل أمر بتصنيعها بكميات كبيرة حيث تم تصنيع مليوني ونصف قنبلة وبالرغم من أن تلك القنابل كانت مغلفة بمادة صمغية قوية إلا أنها فشلت في الالتصاق بالدبابات عند رميها عليها الذي غالبا ما يكسو الدبابات في ميدان المعركة ولذا اضطر الجنود إلى عمل كمائن للدبابات وإلساق القنابل يدويا بدلا من رميها من مسافة كان لدى الجنود خمس ثوان فقط للهرب من الانفجار بعد وضع القنبلة في الدبابة هذا إذا لم تلتصق القنبلة اللاصقة بملابسهم في المركز الثامن نوفغورود نوفغورود هي إحدى سفنتين حربيتين دائريتين تم تصنيعهما من قبل الإمبراطورية الروسية واستخدمت في مواجهات بحرية في الحرب الروسية التركية كانت تلك السفنة الحربية مزودة بمدافع مثبتة بقرص دوار وعندما يتم إطلاق النار من أحد المدافع تتسبب القوة الارتدادية في دوران السفنة الحربية وفقدان السيطرة وبسبب شكل السفنة الغير الملائم فقد كان طاقم السفنة عاجزين عن التعامل مع قوة المحيط وأمواجه خلال إحدى التجارب وقعت إحدى السفن الحربية في طيار مائي قوي مما جعلها تدور بشكل خارج عن السيطرة وقد تسبب ذلك في إصابة كامل الطاقم بالدوار في المركز السابع مدفع الريح هو مدفع بطول عشرة أمطار تم تصنعه من قبل النازيين وكان يطلق عصفة من الريح باتجاه الأهداف المعادية خلال التجارب نجح خليط مضغوط من الأمونيا والهيدروجين في كسر لوح خشبي بسمك 25 سنتيمترا من مسافة 200 متر لكن على أرض الواقع اكتشف النازيين أنهم لم يكونوا يواجهون ألواح خشبية ثابتة حيث فشل مدفع الريح في صد الطائرات التي كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة وبسبب هذه النتائج المخيبة فقد تم استبعاد مدفع الريح حيث لم يحقق أي نتائج إيجابية بل إن الطوله الكبير جعله صيدا سهلا لطائرات الحلفاء في المركز السادس بندقية قدم البطة هي بندقية تحتوي على أربع مواسير للإطلاق وسميت كذلك لأنها تشبه إلى حد ما قدم البطة هذه البندقية يمكنها إطلاق أربع طلقات في آن واحد وقد كانت شائعة لدى قادة السفن في القرن التاسع عشر حيث كانوا يستخدمونها ضد القراصنة الذين يحاولون الصعود إلى سفنهم للاستيلاء عليها وبرغم وجود أربع مواسير للبندقية إلا أن أحدا منها لم يكن موجها مباشرة للأمام مما جعل إطلاق النار في الغالب يذهب في كل الاتجاهات ما عاد الاتجاه الذي تم التصويب نحوه في المرتبة الخامسة بندقية الدرع لقد كانت بندقية الدرع محاولة لدمج الحماية التي يوفرها الدرع مع قوة السلاح الناري لكن للأسف بندقية الدرع فشلت في تحقيق ذلك تحتوي هذه البندقية على درع في الوسط وقد تم تصنع مئة بندقية من هذا النوع للحراس الشخصي للملك هنري الثامن المشكلة كانت تكمن في المادة الثقيلة التي صنع منها الدرع حيث كان من الصعب جدا رفع البندقية والتصويب في نفس الوقت مما جعلها غير عملية في المرتبة الرابعة الدبابة الغواصة كانت دبابة مقاومة للماء عرفت بإسم توش بينزرس وقد صممت أثناء تخطيط النازيين لاجتياح بريطانيا خطت النازيون لاجتياح بريطانيا بحرا وأرادوا تسيير الدبابات في قاع البحر لمباغة البريطانيين حيث استخدموا مواد مختلفة لسد الفراغات في 254 دبابة عادية ووضعوا أنابيب طويلة لمساعدة طاقم الدبابة على التنفس تحت الماء لكن المشاكل بدأت عندما عجزت الدبابات عن تجاوز الصخور الكبيرة في قاع البحر وعندما توقفت الدبابات بقاع البحر بدأت بالغوص في الرمل ولم يجد الجنود سبيلا للهرب سوى بالسباحة إلى خارج الماء ولم تفلح الدبابات في الوصول إلى بريطانيا في المرتبة الثالثة من أنا من أنا هو بخاخ قوي للروائح الكريهة تم تصميمه من قبل الأمريكان أثناء الحرب العالمية الثانية لدعم المقاومة الفرنسية وقد احتوى على أكثر المواد نفاذية للرائحة من مركبات الكبريت والأطعمة المتعفنة وغيرها بخاخ من أنا تم تصنيعه بغرض مهاجمة الضباط الألمان المحتلين لفرنسا بهدف إزلالهم لكن الرائحة المنفرة التي يصدرها البخاخ تجعل المهاجم تصدر منه الرائحة بنفس المقدار الذي يصدر من الضحية ولهذا وبعد أسبوعين من الروائح العفنة قررت الولايات المتحدة التخلي عن هذا المشروع في المرتبة الثانية شعاع الغثيان شعاع الغثيان هو سلاح يدوي غير قاتل يستخدم أضواء مشعة ملونة لجعل الضحية يعاني من الصدع والارتباك والقيء تم صرف ما لا يقل عن 800 ألف دولار أمريكي لتطوير ذلك الشعاع لكن الجيش الأمريكي أوقف المشروع عندما اكتشف أن السلاح يفقد تأثيره عندما يغلق الضحية عينيه تحيل في المرتبة الأولى الكلاب المضادة للدبابات خلال الحرب العالمية الثانية حاول الجيش السوفيتي تدريب بعض الكلاب على حمل مواد متفجرة نحو دبابات العدو حيث يتم تفجير الكلب عند وصوله إلى الدبابة لكن في ساحة المعركة أصبحت الكلاب خائفة بسبب التفجيرات الحقيقية وغالبا ما كانت تعود نحو خنادق الجنود السوفيات مما أدى إلى مقتل البعض منهم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ اشتركوا في القناة